مرحبه بيكم اليوم بشعله مع بعضنا باتش كوكينج اما بتاع حاجة حلوة تعجمها كاملة وصحيين في نفس الوقت هكا نكونوا بعدنا على مكلة الشارع وفي نفس الوقت وفرنا فلوسنا نبدأ بالوصفه الأولانيه الي هي الوصفه سبيسيال بصراحه القاتو هذيه ساهل ماهل وبنين وصنغلوتين وكل شي من الواحي لكل طياره اضعوا 3 كعبة عظم ورشا ملح وخلطهم الكل مع بعضهم وزدت عليهم الهنى 4 كاس سكر في لغدو كوكو وضعوا سكر التمر مثلا اينا بش نخلط الزوز حتيتك 4 كاس اذيك تقريب يجيو 3 مغارف ونصف وزدت ثلث كاس سكر التمر ما هو سكر التمر هو تمر مرحي توقعوا مرحي توقعوا في الدار سيهم لا يوجد شيئ تمر الشيح هذيك نتيشه ونرحيه يولي هذيك سكر التمر وثلث كاس زيت زيتونة لا تقريب 80 مل يجيو 80 مل زيت زيتونة ماذا بينا ماذا بينا حاجه صحيه ما عندكش حط زبدة وباش نحط كاس غرباء يغورت لاني عندي يغورتين انا بنكه نكهة المانجا ونواد كوكو خاطر انا مناكلش اليغورت بالاحليب ومشتاقاته عندي اللي غورت متاعي بنواد كوكو عسفلو حتيت كاس غرباء الكاس متاعي يهز 250 ملي لتر وبقيت الكسين الكلب هذيك نفس القيس وحتيت نصف كاس نواد كوكو جوز الهند وكاس مل فارينا اللي بلاش غلوتين الفارينا هذي مخلطة محطوطة فيها قطانيا ونشي وروز مرحي مخلطتهم ثلاثة الكل مع بعضهم وهاوك هوني نخدم بيهم حتيت كاس فارينا ما تحب فارينا عادية حط في بلاست كاس فارينا عادية المهم تكون تشرب التكستور متاحه تكون ثقيلة شوية وحتيت باكو خميرة متاعاته تقريب 15 نجرة ونخلط الكل مع بعضه وناخد طبق الفور حتيت فيه مغرفة صغيرة زبدة مش مليانة بما انه طبق جديد حتيته في الفور وهو سخون فور متاعي تقعد يسخن تجعله 180 درجة حتيته تقريب درجة ولا اكثر شوية حتيت للي ذيبت الزبدة وهو سخون باش ما يلسقليش بعد قطوية تقالب واحد وخلقوا اوكي خرجتوا من الفور رهو برد شوية يعني نجم نشجو بيدي عادي وطاوصا بتاكل الخليط ونحاول نوزعه بالتساوي خاصة ننأكل اكوان ذوك من جيش بلاسة طالعة ملاسة هطة بلاسة فارغة ومن بعد نعمل وضربتين بشي تستوي وكهوو نحطه في الفور 25 دقيقة المهم يحمر يخرج على 180 درجة بشي نزينه الي هنا بالبيبيدو الشوكولات من فوق انا اما البنتي نعفش نوالي يجلبها في ميكلة الدار هي الشوكولات انا منحبهيش لحقيقة اما هي تحب الشوكولات وكناعمل ببيبيدو الشوكولات بشي تاكل معي فيه افكتيف ما تاكل وتتبنى وطاوصا قعد في الفور كهوو حمار خرشته نخليه يبرد ومن بعد ونقدمه مع بعضنا مع بقيت الوصفة الاخري طاونا نأتي الوصفة الثانية الوصفة الثانية ذي كاب كيك بالكاكاو بش نعملو زادة بلاي سكر الامل ام بش نغشه حسينو حتيت الهني ثلاثة كعبة عظم ورشة ملح وفاني وعندي الهني مغرفة كبيرة سكر فلغدو كوكوزي دا نورمار 35 جرام تقريب ووذوكم يجي 75 جرام تمر سكر تمر نجمو تعملو سكر تمر كامل كيس كامل وحتيت عليه ياغورتة ناتيوغ امال ما تكلش الياغورت ما تكلش الاتيوغورت ما تكلش الاتيوغورت وكيس غرباء مش كيس الياغورتة اللي صبيتها حتيت عاقست بها كيس غرباء زيتونة ونصف كيس من هكلا الوحدة اللي عندي الخليط متع الروز والاقتانية حتيت علي باكو خميرة متع قطو وزيت عليهم 22 جرام وإلى مغرفتين كبار كاكا وبودر وزيت لهنا 40 جرام تقريب وإلى مغرفتين كبار فالينا عادية نورمال حسينو قاعدة نعم في المستحيل باش متفيقش وإن شاء الله تنمانجي بنين انا مضقتوش هي كليتهم ما شاء الله تبارك الله نيتاكلونا نستحلى حسينو كين قلتلها رو فيهم كذا وكذا انا خايفة لا تسمعني رأي مكليتش مدارتش به طبعا ناخذ الطبق متع الكابكيك وحطيت فيهم الكاسات وحطيت انقيس ديما بالهضية متع القلاس اسهلي في القياس يجيوني لكل قد قد وفي الهزين زيدة متى الشيء يمشتوا كلا رأي ايه الغالب الفرشكات لك في جيفيه الكبر متع طبق متاعي ومن تحضيري وضعتهم في الفور على مية وثمينين درجة مدة خمسة وعشرين دقيقة طابو خرجو اللي طبق هزدي كان حداش انكعبه طوال هنه بش نعمل الوصفة الثالثة الوصفة ذي عرا فيها بارشة على التيك توك واليوتيوب قلت بش نجربها يقول لك خوث ثلاثة كعبة التفاح عليهم كعبتي نظم عليهم باكو سكر فاني رشة ملح ونصف كيس كاكاو بودر وتخرج لك ابنكتو صحي ايه قلت برو فاني اخفت اقل فورما واصغر فورما عندي وكمشت عليهم في واحدة كاكا ونصف بهم لنوضح بهم لحي مليح لا يبدأ القشور ظاهرين هناك تشكين تشكين التفاح و هناك ثقة فيهم هناك ثقة فيهم قلت لي مدين عملوها وعجبتهم و كل ما نجربها هناك حاضروا لدينا كوكيزة الصحي لا تزالوا بكوكيزة حتى نرجعوا لها الكوكيزة الصحي عملت معكم سبحان الله سنين التاري بيديو و صورت الفيديو و انا و ملو هي صغيرونا وهي تصوره معي وهي كبيرة سبحان الله لدينا 120 جرام اي نوع تسكر لدينا كوكوز وزوز فني و 1 خميرة و 15 جرام لدينا 100 جرام بفريوة و الا لوز مرحي لدينا 200 جرام زبدة ذوبتها و زيت 20 جرام زيت زيتونة و لدينا 240 جرام المخلطة و كبيرة و مرحي و قعبتين و رشة ملح و نخلط الكل مع بعضه و يخرج لنا برن كوكيز صحي بلش غلوتين و اموره واضحة و عندي 100 جرام و اموره و قوة 100 جرام و اموره الزبدة و السكر و الفني و الملح و مثل هنا اعلم كيف تشد الفوية الفوية لا تشد الشوق و كيف تشد طريقة تشد لتعويب تحرقها بسهولة ثم فقصت لها كعبة نظم و خلطتها ثانية و خلطتها طاوة صبت اكل فارينة اللي ما عندوش الفارينة هادية نجميع الفارينة عادية و حتيت اكل مئة جرام الفاكيس دل فاكيس و حتيت اكل باكو الخميرة و شوكولاتة نجم طابلية شوكولاتة تقصها طرف طرف او تحصلوا زيادات في الوسطى او تحصلوا امان اربطت شوكولاتة بعدها تخلط فيها قتلي ما يبس علي ما نجمتها سبحان الله في نفس الفيديو متع سنين التالي نفس الحكاية هي تصب و تخلط و كي وصلت للمرحلة هادية قتلية بسقتها بنيتي مزلت ما كبرتوش مزل قوي عليك هي اخذت عليها المغرفة و كملت خلطت الكل حتيش للي اشرب مقاديرها مضبوطة هي بيدها معني نفس اللي عملتوكم اقبل و من بعد ناخذ اطباق الفور على 180 درجة مدة 13 دقيقة الهنا ناخذ المغرفة الصغيرة مش المغرفة الكبيرة نحبهم الكبيرة تنجم تكعبرهم بيديك تكعبرهم بمغرفة بلي تحب انت القياسها بش تاخذوا او كجيوني زوز بلاتويت قد قد كما هكيا و دخلتهم الزوز في الفور و حليت عليهم المروحة و من بعد ما كعبرتهم نزلت عليهم بيدي هكيا خاطر مهمش بش تحلورهم في الفور هذيك عليش نزلت عليهم بيدي بش يخذوك الفور ماذيك يقعدوا فيها و ندخلهم للفور من بعد ما نخرجة كمتاع الطفاح من بعد ما نزلت طيب حتر نضيف نحبط كمتاع الطفاح ندخل في السكينة نخرجة نضيفة 40 دقيقة على 180 درج نحيط لها زيد الخروج و نحبط نضيفه اضعها في الكابكيك اشياء بشوكلاة او لا نجم شكلها انا احب الفنيه او احب الحاجة الخفيفة او كما ان شاء الله او بطريته هو خفيف و او بطريه لا تقول صان غلوتين او لديك او حاولها او قصها مكعبات او تقوموا بتحليها في الطبق او تعملوا عليهم طبقه او تقوموا بتحليق شوكلاة و هل تعملوا عليهم كريمة فنيه تردوهم تردوها اي شكل اخر تحبوا علي او تصبوا عليها الفلان من فوق و كملت قصيدها ونخبّيها أمريكا ومربعين ويقعدون إن شاء الله ونخبّيها الفريجيتين نتركهم إلى الطريق وهذا البرجة هنا من داخل خفيف وطري وخاصة بنينة لذي تحبّوا تعملوا ياغورت متاعكم العادي فإنها عاملوا ياغورتة نورمال بنكهة الفانية نتجي لها كمتاع التفاح لنعطي لونها بركة لا أرى وبعد قصيتها من داخل قلت والله كريمية محليها ماشاء الله تحسها هكا تريه من داخل يعني قلت لي 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 ذي يزمني نذوقها عيت لمال قلتها يجنتي الولانية بدأ ذوق قلت لي اما هي ذي ما حبيش نقول لها طفاح و كاكاو كيف كيف مش توهرب تنفر قلتها يا بتي ذوق فوندون ذوق ذوق قتل يماش نواب ما نجمنيش نبلعوه ما نجمنيش مطعم يجي كل شيء له مطعم طفاح ما نعرش المشكلين ما نجمنيش فاهم يا عزا ما يعملوا في كاكاو حلو خاطر بالحق ما تتكلش بالحق ما تتكلش تكستور طيارة كوم تكستور بالحق طيار اما الطعم ما تتكلش حشان عمت ربي ويربي تسمحنا على الخصائر الزايدة قلت نجم من ناحية الفيديو ما نخليهاش اما انا حبيت نخليها بشي اللي في مخو يحب يعملها هاو نتيجة ما تقوليش حتى صحي واكل صحي سمحني نصف كاس كاكاو بصراحة لي لي ما جيتش ننا ناكله صحي وابنين عليش لي هيا لنالكو كيزة هواطا بقعد 13 دقيقة في الفور على 180 درجة خليوه يستيبرد شوية بش ما يتفتفت شمعانا وهو كي بسروح شوية لما حاله ما هوش معناه يتفتفت يتفتفت اما راهو يضوب في الفم ذوبين ونعتيكم حسيرو الكوكيز بنسبة لي اينا وكل قاتو هذوكم رقم واحد الكابكيك مضقتوش اما امل ما شو الله كاملته معنا الاخرين مزلوا هي كاملتهم الاخرين اللهم بارك عجبها على الاخر انا مدام كليت ثلاثة كعبت بالويق فليعمرها ما عملتها او كدجاينة فرحان عجبها ولا ما عجبهيش المهم اكلته وتعد عليه نهار اخر زيدي نهار الثاني ما شاء الله زيدي كليت منه بالقديف دور الصباح خاطر نعرفها حاجه ما تدورش بها صييه معناه ما عجبتهيش نستنيها حتى تكملك الكابكيك متاح هذوكم قاعدوا لها يومكو كعبتين ونشوفها الدور على الاخرين ولا الكوكيز اللي تكل فيه هذي ما نظهر لي ذا قدته بنتي عكسي هي تحب الشوكولاتة ونا نحب الفاني هاي الهني وكيفاش نخبيهم عندي لحكوك هذوما كحوكة كبيرة هكيا نحط فيها البابيه بش يبسوغ بأي يمتص أي رطوبة موجودة فيها ونا طيبتهم الصباح بكري وفي الليل وقتا نخبيهم نخليهم النهار كامل البربش يشيحوا ويتبخروا بالقديف ومن بعد نخبيهم ونغطي عليهم بالبابيه كيكا ونسكر عليهم ونعمل بلاتو المتاع كل يوم تبقى ذاكا لي من غادي ذاكا متاع كل يوم يوفا تبقى ذاكا متاع كل يوم نجبت كل يوم نعبيه كل يوم نعبيه حتيش للي يتوفى الجمعة ولوين يقعدوا اكثر من جمعة هذو ما يتكلوش فيه جمعة ويقعدوا لي اكثر من جمعة بطبيعة كل واحد كيفاش يحب هكا ها وهذا موصفيتنا كينو لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة